ينفذون يا أستاذ الكريم ما تقوم به الماسونية العالمية من مصطلح اسمه الحروب الجيل الرابع حروب التفكيك حروب إفشال الدولة بدأوا به في مصر ولكن بفضل الله ثم بفضل أشاوس ورجال أهل الكنانة تصدوا لهذا الأمر وأعادوا البوصلة وعلى رأسهم سيادة المشير رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في ليبيا قاموا بزعزعة البلاد قاموا بإفشال الدولة هذا ما قاله رسميا رئيس وزراء الكيان السهوينة أو رئيس الأركان عندما قال نحن الآن نسعى لأن يكون العرب يضربون بعضهم ببعض لا نسعى أن نكون نحن من يضرب وبالتالي المخطط الماسوني العالمي وهو حروب الجيل الرابع الحروب الناعمة تفشل الدولة تضرب الناس في بعضهم تسقط الدولة تدخل في صندوق النقص الدولي تتحكم فيها الماسوني العالمي وعائل تروتشيلد وهذا ما يريدونه لليبيا ومصر والجزائر أيضا ولكن بفضل رجال الكنانة قاموا بالواجب ورجال الجزائر أيضا الشعب الجزائري تحية إجلال له انتخب بودفليقة لماذا؟ لكي يمنع ما يعرف بالربيع الماسوني أو الربيع العربي طيب في حوارنا مع اللواء خليفة حفتر أكد من أنه قطر تمول بل هي التي أنشأت هذه الجماعات الإرهابية في ليبيا مصداقا لهذا الكلام أستاذ الكريم يعني لدينا وثائق ولدينا فيديوهات ولدينا كوارث تثبت حقارة ودنائة وخصة المسؤولين في قطر